جولة من الأخبار الاقتصادية في سياق هذا التقرير أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الرضان قرارا يتضمن عشرين مادة بشأن القواعد العامة لتنظيم إقامة المعارضة التجارية المؤقتة بدولة الكويت وأوضعت الوزارة في بيان إن المادة الأولى من القرار أرمت المعارضة التجارية المؤقتة بأنه كل نشاط مؤقت لعرض أو تسويق السلع والخدمات والمتجات سواء كانت وطنية أو أجنبية بين منصة المادة الثانية على أنه لا يجوز إقامة معرض تجاري مؤقت في الكويت بغير تراخص كتابي من الإدارة المختصة بالوزارة